أبو جاهل لو كنت له الخلقك منو ανα ابو جاهل يقول له الله البرزقك منو releasing Allah البيقتلك منو bane album جاهل يقول له الله البيحييت بعد ما تموت منو 塔 ب wilderness estic الله ربنا سبحانه و تعالى قال الله الذي خلقكم ثم رذاغكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شراكائكم من يفعلوا من ذلك من شيء البرعي بكدار يعمل كلامنا مكاشفäh صاهم ديمة بيقدر يعملوا الشغل ده؟ يأخذ ده حق ربنا سبحانه وتعالى يا صوفية يعني الصوفي تلقاه أول حاجة يقول لك الشيخ بيخلق مع الله نمر اثنين الشيخ بيعلم الغاب الشيخ بالدجانة الشيخ بيقول لشيك كن فيكون كلام ده بيقولوا في الإزاعات ما يخجلوا من رب العالمين شفت بكل غضوح جاب لك في غناتانين الأزرق ودى المكاشف قال أبي الشيخ قال ربنا أدعو كن فيكون دي في غنات شوف السوفية دي عليك الله ربنا سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الأعلى من العلو ربنا يا أخواننا في آيات كثيرة شوف السوفي تلقاه حفظ الآية دي لكن بيعمل عكسية ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء قال في السماء من هي أخواننا الله يا أخو أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إخواننا آيات واضحة تلقاه حفظة لكن ما أفهم يقول لك الله في كل مكان يا أزول دليلك شنو ما عندو دليل نجري ساي من رأس يا أخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كلام واضح ده دليل له كمان شرح كلام واضح يا أخي تفي السجود في الصلاة لا من تسجد بتقول شنو سبحان ربي في كل مكان بتقول سبحان ربي الأعلى في العلو شف سبح اسمك لازم يعني أنت لهم تقول ربنا في كل مكان ياخ ربنا في الحمام تعالى الله عن ذلك فالعلو شف سبحان الله الواحد تدديو تدديو الغرآن تدديو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تدديو كلام الإمام مالك الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان ده الإمام مالك تدديو كلام أول حي تدديو آية تدديو حديث تدديو أقوال السلف ما يختنع طيب رأيك شنو يا عصوفي أبوك البرعي البرعي قال قال الله في السماء رأيكم شنو البرعي برضو وهابي في قصيدة قال الأسرة وسماء شاف ذات مولاه ممنوع في السماء البرعي وهابي برعي ذاته قال الله في السماء ها رأيك شنو يا أخي دي من الفطرة أسأل أي شافع صغير قل لي يا شافع الله وين بيقول لك فوق يا أخ تقول لي قال الله في كل مكان سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدف